والله الكويتين كانوا كالشيخة والله بياجتوا بساحة الصفات بالستينات يعني شوف الكشخة يعني والله يبيل الموضوع شاي بس تكانه بنقطة قاعد هني بهدوء الساحة في السابق كانت تي القوافل التجارية من البادية والدول المجاورة فهني كانت تصير عملية التجارة البيع والشراء تحولت هذه الساحة مع مرور الوقت وتطور العمران إلى مكان للاحتفال بالأعياد الوطنية اليوم هذا المكان تم تطويره بالكامل مثل ما انت وشايفين صارت مساحة مرتبة وحلوة وتحصل فيها الكثير من الفعاليات الله أخي على دروازة عبد الرزاق أخي قلبي عورني شمسنا صار لها تخيل كان المفروض تصير سكك حديدية قطارات سيئ الله ما عليه ما أنا بن تحلطم دعنا نشوف الجانب المشرق من كويتنا الجميلة المكان ما شاء الله نظيف ترى المكان مرتب وائد نظيف هذا ستايل الثمانينات والله الطابوق هذا وبعدين الأقواس هذه أحس كانت هبب ذيك الفترة الارتشز الآن ردت هذه الهبة وودي أسوي ببيتي بس إن شاء الله مستقبلاً مو الحين سوق المثيل نفس الستايل صح أنا أشوف مهندسين شي يسوني إذا يبوني يشوفوني يعني الموضوع والله العظيم هذا كل يوم شايفت لهم فيديو ما أدري ليش بس يروحون شي يسون شي ما أدري هما يسمعون شي ما 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 أنا ما نعرفه هذا يتحمل جميع الأجواء ترى حلو والله حلو ديكريشن حلو هاد شوكليت حلو هذا الطريج اللي هني يوديكم ليه قصر العدل بس إحنا ما إحنا رايحين هناك على طول وإنت داخل شذي اخذي ساك والنفق هذا هم فيه هني محلات للأجار اللي حاب يأجر يا جمال خوش مكان هذا إيه يا صاحة الصفات ما أخذينها فيه أو آخر الستينات فيه شمسة يارة حلوة وين الباص؟ أوه كاهو الباص هذا الأزرق نزيل هذه الصورة دازينة حق يوغسلافيا هذه عاد الصورة بالخمسينات جاشنمل تعرفون جاشنمل تذكرونه ليه الحم موجود جاشنمل الصورة مطبوعة على ورق في بومبي بالهند وتعود إلى الأقد الثاني من القرن العشرين يساكو شوفوا اوه ايه هذه هاد حني شنو صورة أصلية تعودي لبداية الخمسينات من القرن الماضي من تصوير بدران منو بدران؟ الله لو هاذي المباني كنا للحين محافظين عليها يعني هذا من الأشياء اللي نشوفها مثلا في الدول الأوروبية يكونون محافظين على المعمار عندهم سقف فقرة المفضلة مهندس انت شون فكرت هذه؟ أكيد في حكمة منو التليفون قعيرا؟ اوكي ما لنشغل ناسي يا حباء حباء يعني حلوة هذه الطريقة في أثناء الخروج من مدينة الكويت عبر إحدى بوابات سور الكويت القديق آه هذه بوابة الشامية يا فحلو المزج ما بين شون صار التطور خلينا نقول في الكويت لما اندشت علينا السياير ولازال كان في ناس يستخدمون الجمل طبعا هذه الصورة تعودي لبداية الخمسينات هذا شنو سوق المعجل أحد الأسواق المختصة ببيع الأقمشة وهو سوق أسس المرحوم عبد الرحمن المعجل وبنوب الأربعينات بس شاله سنة 62 ليش؟ هذا اليلحم موجود الحمد لله لك يا رب يا رب ما ينشال سوق الغرب اللي واللي هو طبعا يعتبر من أقدم الأسوقين هنا من بعد ما طلعنا من النفق على طول رح يصير هنا في أدوار دري ورانا على طول هو برج بيتك وفي البنوك الثلاثة هنا مبنى البنوك الثلاثة موجودة قريب والله يعني ترى اللي مصمم هذا الشي ذكي المكان مساحته تبارك الرحمن كبيرة ومفتوحة فيها شوية زرع حلو حاطين بينها كراسي مسور المكان وفيها هذا الصرح الكبير المدرجات هذه المساحة وايد حلوة حق الاحتفال بالأعياد الوطنية بساعات يسوون فيها إيفنتات معارض صغيرونة حق الشباب يعني شوفوا على إنه نحنا بنص بنص بالضبط بنص الديرة وشارع كاه وجدامنا لكن المكان هادي وحلو ونظيف وكل مرتاح والحياة بنبي وسعيدة والله المكان عجيب والله المكان عجيب موسيقى موسيقى موسيقى